بسم الله الرحمن الرحيم لما بتروح لأي تخصص بيقولك محتاج تقلل وزنك شوية الجزء التالي برنامجنا النهاردة هنتكلم عن التغذية العلاجية وعلاقاتها بالأمراض المعدية ويمكن الفترة اللي فاتت دي برضو تلاحظوا بالبرنامج بتاعنا تكلمنا عن الكورونا دايما البرنامج بتفاعل مع الحادث احنا مش بعيد جدا عن الحادث ودي ممكن ميزة من مميزات البرنامج بتاعنا في السيزون التاني ان احنا دايما بنتفاعل مع الحادث بنعيش معاكل الحادث الفقرة الاولية الفقرة الموتدة بتاعتنا اللي بنتكلم فيها عن الكابسولة وتشوف في النهاردة رحتي كابسولة تعدين على فين وعشان كده يا سعيدي وساعدكم يكون ضيفني وضيفكم النهاردة دكتور محمد راشد شاري حساول منها دكتور محمد صباح فول عليك صباح النور يا دكتور علاء الاول ما ننساش نقولك حمد الله على السلام الله يسلمك الله يسلمك يعني عود الحميدين ونتمنى انت تكون خد جرعة ايمانية وشحنة ايمانية للمرحلة البقبلة ودايما نراك على خير بإذن الله أشكرك جدا جدا أبسا قبل المتدي الكابسولة أو نشوف الكابسولة المهاردة هتودينا على فين أحب أن أول السادة المشاهدين على رقم الواتساب بتاربطنا بتاعنا 012-04-87-81-1-2 الواتساب في حاجتين بفكركم بحلقة سرطان السج دي إن شاء الله هتبقى الأسبوع الأولاني في شهر 3 مستنين كل أسالتكو وإحنا دلوقتي بنجمع في الأسالة اللي بجينا ثانيا إحنا هنتوصل على الشيء هنرجع تاني أي سؤال في أي حاجة تخص البرنامج توصلوا معنا عن طريق رقم الواتساب الرقم اللي هو موجود على الشاشة يقولوا تاني لحضراتكو 012-04-87-81-1-2 شوف بقى الكابسولة دكتور محمد الكابسولة الجمعة اللي فاتت تكلمتنا على الحصبة والجمعة اللي أبليها تكلمنا عن الكورونا كابسولة النهاردة هتروح بينا على فين الكابسولة النهاردة برضو عشان يبقى بريف سريع إحنا بنتكلم عشان نستبقى بتواصل معنا بنتكلم على الأمراض المعودية وإن الأمراض المعودية بتتقسم على حسب طرق نقلها أو وسيلتنا إحنا بنهضى لسه مستمرين في الوسيلة الأولى اللي هي الأمراض المعودية المنقولة بوسطة الحوائل فاستمرارا إحنا دلوقتي شغالين دلوقتي الحصبة الألمانية يعني دوتو إحنا بنتكلم عن الأمراض المعودية اللي بتنتقل عن طريق الهوائل إحنا لازمنا مستمرين إحنا تكلمنا عن الجدري المائي كرونا تكلمنا على الحصبة بالوقت هل يتكلم على الحصبة الأجمال فهو ده يؤكد اللي احنا قلناه في المقدمة ان البردان بتاعنا دائما بتفعل مع الحادث هل تعرف هايك فصل يا مشير ويمتاز بالهواء بتاعه والتقلبات السريعة في الجو صحيح صحيح طبعا دي بتدي فرصة كبيرة اللي نقل الأمراض هي الأول بتدي فرصة للتغيرات دي كلها الهوى السخن مرة وبارد مرة ده ممكن يسبح بيعني ضعف إزاي الجهاز ويجب معنا ممكن مشتغلش كويس بسببها زي التغيرات فده ممكن يكون فرصة أكثر وعرضة أكتر لنقل الأمراض احنا النهاردة في موضوع الحصبة الألمانية احنا تكلمنا الحصبة الألمانية بتختلف تماما عن الحصبة لحنا تكلمنا عن المرة اللي فاتت الحصبة الألمانية دي بيتسبب مرض في الغدد اللي فوية تمام والجلد برضو تمام على عكس التالي بتسبب مرض في الأخشياء المخطمة يعني بتصيب الغد اللي مطبع والجلد تمام الفيروس اللي بيسميبها اللي بيسببها اللي هو فيروس الحاسبة الألمانية أو الربولا أو الجرميل ميزلز طيب طريقة نقل العدوى بتاعتها طريقة النقل العدوى بتاعتها برضو بطريقتين يئما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر طيب الأول أبن من قول النقل إحنا عندنا طبعا هي حدوثها كانت هي بتوطنة في بعض الأماكن وخصوصها الأماكن اللي مفاشر فيها نظام نظام تحصين أو نظام التطعيم بشكل جيد جدا وبنتبقى في الأماكن اللي هي النقل وطبعا خلينا بقى إحنا عارفين أن الحاسبة الألمانية دي يعني من إحنا المشكلات اللي بشؤولي لها لأن هي عملت في أمريكا سنة 1935 عملت وباء وعملت في 43 وعملت في 64 حتى في أستراليا عملت وباء في سنة 1940 فطبعا الحاسبة الألمانية موضوع مش سهل وبسيط وخصوصا لأنه ملوش علاج بالشكل المباشر كلها علاجات تدعمين وطبعا إحنا لازم نبقى مخلي بالنا لأنه طبعا وسائل النقل بتاعتها بطريقتين الطريقة اللي احنا عارفينها ده الطريقة مباشرة عن طريق الرزاز عن طريق الإفرازات أو عن طريق الاستخدام الحاجات الملوثات والحاجة الملوثة الأدوات الملوثة وهذا يعني أي شيء يتعلق بواحد كان عنده هذا المرض طيب المرحلة الثالثة طب إيه المصدر؟ المصدر يكون عنده مريض من خليل الرزاز أو الإفرازات الأنف طيب إحنا بنتكلم بقى على حاجة اسمها اللي هي مدة العدوة مدة العدوة قد إيه؟ مدة العدوة بتبقى أسبوع أسبوع قبل ظهور الأعراض وهو بيقى طفح أسبوع قبل ظهور الأعراض وأسبوع بعد ظهور الأعراض ده دي اللي هي فترة العدوة يعني في أي وقت من ده يعني قبل ما الأعرض الضفر في فرصة لأنه ده فيروس في فرصة لحدوث العدوة قبل الأعراض وبعد الأعراض برضو بتظهر في فرصة أسبوع لنقل العدوة طيب فترة الحضانة بنرجع تاني قول فترة الحضانة اللي هي الفترة ما بين الإصابة بالفيروس وظهور الأعراض فترة الحضانة في هذا الفيروس اللي هي بتتروح من أسبوعين لثلاثة يعني وزن من 16 إلى 18 كل دي اسمها فترة الحضانة طب ميني الناس الأكثر عرضة أكثر عرضة عندنا هم الأطفال الأطفال طب عندهم أكثر عرضة طيب هل على الكبار معرضين طب على الكبار معرضين طب هل المناعة هل لو حصل إصابة في مناعة دايما ولا مؤقتة أي مناعة دايما يبقى صعب الإصابة مرة أخرى يعني بيصاب الإنسان بيها في الغالب مرة واحدة مرة واحدة لو نصب بها مرة تانية يعني ما بيحصلش تقريبا يعني خالص يعني لكن هل إحنا بقى هنا الجزئية بتاعت هل هناك مضاعفات ممكن تحصل بالنسبة للأطفال ما فيش مضاعفات ده من كرم ربنا عليهم آه بالنسبة لكن المضاعفات بتبقى في الستات الحوام هنا بقى هنا المشكلة طبعا هنا دي المشكلة لو حصل تطعيم لو حصل تطعيم عشان كده احنا بننصح أنه يحصل التطعيم للبنات طبعا سن 12 ل 15 شهر يعني سنة في الأول خالص وفترة دخول المدارس بداية دخول المدارس وكمان قبل الجواز أو حتى لو اتجوزت بس بنقول قبل فترة الحمل قبل ما يحدث حمل ليه؟ لأنه لو حصل إصابة لو حصل إصابة أثناء فترة الحمل ده طبعا بيعمل عملية تشوهات تشوهات بقى خلقية بقى في القلب وفي المفاصل وفي كل شيء يعني في العين فبقل يسبب عمل ويسبب صمم فطبعا احنا يعني بالنسبة للنساء الحوامل هو مشكلته كبيرة جدا في النساء الحوامل عشان كده احنا بننصح بالنسبة لإجراءات الوقاية بتاعتنا احنا بننصح الأول إنه لو في حالة طفل مصاب احنا بنعزله يعني يفضل ميروحش المدرسة خالص طبعا عشان منقلش عدوى لغيره واي حد مصاب بيتم عزله عندي من الحاجات الوقاية اللي بتتاخد لابد ان يتاخد التطعيم التطعيم نازم يتاخد في تطعيم السلاسي اللي هو الام ام ار ده التطعيم السلاسي بيتاخد من سن 12 شهر ل 15 شهر وبقل يتكرر بيتكرر من 4 ل 6 سنوات طبعا المخالطين لو حصل عند حد مصاب أو كذا المخالطين لابد ان هما يكونوا تحت الملاحظة بحيث لو ظهر اعراض يبقى انا اقدر يتم التعامل معهم واحنا قلنا بالنسبة للستات احنا قلنا يفضل انهم ياخدوا التطعيم قبل الزواج او قبل حدوث عملية الحمد لان لو حصل حمد بتبقى الامور يعني مش مزبوطة وممكن نخش بقى في موضوع هل ممكن يحصل اجاد او لا او الكلام دا كله بيجي نتبنى حملة والفكرة دي جاتلي من خلصك حضرتك ان تعرف حاك لما حد مثلا بيجي سافر اي دولة العربية لازم بيعمل حاجة اسمها الميديكالاتشيك والكلام دا كله غيرسي والكلام دا كله طب ايه المشكلة ان الدولة النهاردة تحط تشريع ان اي حد يتزوج خاصة الفيميلز البنات لازم ياخدوا هذا التطعيم لان زي ما اتفقنا ان خطورة هذا المرض مع الستات الحوامل صحيح مش الخطورة عليها هي الخطورة عليها صحيح صحيح طيب النهاردة ايه المشكلة ان الدولة تحط تشريع يبقى الزامي ان الست قبل ما تتزوج تاخد التطعيم الخصبة الالمانية وانتبنى هذا المشروع المشكلة مفيش مشكلة هالس بس هو بالفعل بالفعل احنا عندنا نظام التطعيف في مصر صارم جدا دا بيتاخده بيتاخد جرعات الاطفال في الجدول الرسمي للدولة اه تمام من ضمن الحاجات اه بيتاخد من ضمن الجدول الرسمي للدولة بيتاخد بالعكس دا لو ما اتخدش الصحة بتبلغ بتعبل في بلاغ في اللي ما اتخدش بتعبل في بلاغ لازم تتطمل اه اه انت بتحديد كميني مكلمني فلطان انا بيكلمك على الناس اللي هي قبل الزواج اه طبعا هو بقى لازم بقى قبل الزواج لازم يتم التأكد ان يفضل طبعا ان يتم التأكد ان يبقى فيش هذا دا بش دا بس دا في حاجات تانية برضوك من زي النكاف برضوك لازم برضوك دا لازم برضوك قبل الزواج لعلى مكبيع بالالتحابات خلينا نعمل الحلقة ان احنا هننكلم عن المفروض الحاجات اللي تعملها السيد او الراجل قبل الزواج بإذن الله دكتور محمد راشد الحزب الالمانية كده خلصت؟ خلصت الحمد لا هي لسه مخلصتش بس الحلقة جاية فكرني ابتدي معاك بسؤال يا ليه تسمت الحزب الالمانية عاد ونقوش في موضوع جديد بإذن الله في نهاية فقراتنا الأولانية النهاردة بنشكر الدكتور محمد راشد استشعر الحزب الالمانية الدكتور محمد أشكرك فاصل ونواصل